زي ما حكينا قبعات التفكير الستة حكي اتحدث عنها احد العلماء اللي هو ادوارد بونو طبعا سوري انا هون بديعطيكم حتى اكتر من ملف تشوفوها اللي هي طبيب بريطاني اصله مالتي يعني من مالتا اسمه ادوارد بونو وكان تخصصه جراح يعني هو طبيب جراح في الدماغ وانتقل في دراسته بعدين واهتماماته في الفلسفة وبعلم النفس فهو اطلع على هدول الشبه بتعرفه في نظرية القبعات الستة عم تحكي عن طريقة في التفكير اللي هو ليش القبعات اختار لانه هي بتضعها طائية او قبعة انت بتضعها على رأسك طبعا هو قال افترض افتراضا طبعا هذي اشي مجازي انه فيه الوان مختلفة من القبعات وانه انا بقدر اختار شو القبعة اللي ممكن استخدمها في يعني خلنا نقول في حياتي في تصرفي اليومي فهو قال انه هذي القبعات هي طريقة تفكير او منهج في التفكير ومنهج في التعامل مع الاخرين فتقريبا هاي باختصار اللوحة اللي امامكم الصورة امامكم بتفرجيكم كل قبعة كيف بتحكس طريقة في التفكير ولما بتفكر بطريقة معينة انت بتسلك يعني كاتصال بطريقة معينة هلا القبعة البيضاء لما بتلبسها انت بتركز على اللي منسميه التفكير الحيادي يعني بمعنى بتركز على المعلومات بتصير انت تجمع للمعلومات وبتكون موضوعي وبتتصرف في سلوكك واتصالك مع الاخرين بناء عليه اذا كنت لابس القبعة الحمراء او قررت انت بتعبر عن هاي الشخصية فانت فعليا بتشتغل بطريقة التفكير العاطفي يعني بمعنى بتعبر عن مشاعرك اكتر في تعاملك مع الاخرين وبتظهره اذا القبعة السوداء وهنا الناس بتفكر ان القبعة السوداء يعني عم نحكي عن تشاؤم لا هي بتحكي عن تفكير سلبي وليس التفكير السلبي يعني بمعنى انه هو يكون متشائم هون المقصود انه التركيز على الجوانب السلبية في القرارات يعني اذا انا بدي اروح مثلا رحلة فباجي بحسبها بقول انه انا ممكن بس اطلع بالسيارة مثلا بنشر العجل او الاقي الطريقة هاي مسكرة فهاي الطريقة ما بتخليني انه ابطل اسافر او ابطل اطلع لا بتخليني افكر شو ااخد احتياطات حتى احمي حالي من هاي السلبيات فهي زي ادارة الازمات فالقبعة السوداء هنا مش مقصود فيها التشاؤم هي ادارة ازمات فبصير التصرف او السلوك والاتصال مع الاخرين بناء على ادارة الازمات اللي هو اني انظر للامور السلبية او السلبيات عكسها تماما اللي هي الصفراء اللي هي انا منظر للجانب الايجابي اللي هو التفكير الايجابي يعني بتطلع على الايجابيات فبصير اشوف النقاط الايجابية المفرحة خلنا نقول هلا الخضراء اللي هو الابداعي هون انا بفكر بلا حدود انا عندي هون المسميه العصف الذهني انا هون بطرح كل الافكار بتقبل كل بكون في مرونة في التعامل مع الاخرين والزراء اللي هي عادة بتكون عند القائد اللي هو التفكير الموجه هو الموجه يعني بمعنى انه القائد كيف بتصرف مع الجروب اللي معه مع المجموعة اللي معه بتصرف بطريقة انه يعطي ارشادات ويعني خنقول قواعد للعبة في التصرف اللي هي في العمل ضمن مجموعات هذه في عملية الاتصال تماما كما يعمل ايش القائد طبعا انا هاترك لكم ياها تطلعوا عليها بس هي باختصار فمثلا عندي كيف الكل قبعة كيف انا لما بستخدمها مجازيا انا فعليا شو الاشياء اللي بشتغل عليها فانا مثلا عندي هنا بهمني في سلوكي انه والله باهتم اكثر في المعلومات في البيضاء مثلا لاحظوا هنا في عندك مقطة كتير مهمة في الكمينكيشن بالاتصال اللي هي الانصاط والاستماع الجيد فاذا الناس اللي بيكون عنده حسن الانصاط هو فعليا كأنه عم بيلبس القبة على البيضاء لانه هو شخص باهتم بالمعلومات والحصول على المعلومات ولاحظوا كمان في عندك الحيادية والموضوعية يعني انا بدي اياكم تقرؤوها كلها هاي حاترك لكم اياها ولكن حتى تاخدوا فكرة انه كيف بيأثر طريقة التفكير على الاتصال لانه شباب زي ما حكيت لكم الموضوع متكامل انا فعليا باتصل مع الاخرين في سلوكي بناءا على الطريقة اللي انا بآمن فيها او الطريقة اللي انا بفكر فيها فهي يعني بكل الحالات انا لازم افكر على اي اساس لازم اصنف نفسي خلنقول على اي اساس انا بتعامل او بسلك مع الاخرين هلا الفكرة الاساسية طبعا هنا في عندي العاطفي لاحظوا كيف هنا اظهار المشاعر والاحاسيس واللي هي منها مثلا سرور غضب شك غير كروه الى اخرية شايفين برضو بحتم بمشاعر الاخرين ولكن هنا ما بركز على الحقائق والمعلومات هنا بركز على المشاعر اكتر فهاي بتعطيك مؤشر كيف انا ممكن يعني اكون اذا كنت انا من اصحاب هذه القبعة السوداء شوفوا كيف انه ما يعني بيعتمد على الجوانب السلبية بيشوف ايش الجوانب السلبية وبيشتغل على اساسها فهاي نقاط المشكلة خنقول او التجربة الاساس الصفرة قلنا كيف بركز على انه ايش الاشياء الايجابية نجاح امل تشجيع شايفين فكل اياتها يعني خنقول تعطي مؤشر كيف انت بتتعامل مع الاخرين وكيف تسلط مع الاخرين حتى الابداعي بتحكي هنا بالسلوك انت بتصير بتركز على انه انت جاهز للمخاطر زي كيف المغامر المغامر اللي بدي يستكشف اشي جديد هنا بيعطي امكانيات اكثر حتى في التساؤل وفي البدائل اللي ممكن يتقبلها في التعامل مع الاخرين هاي اللي قلنا اللي هي الزرقاء واللي تحدثت عنها انه كيف بيصير في توجيه للاخرين وبالزبط بالطريقة اللي حكينا عنها كمان المرة الماضية اللي هي الـ Parental اللي هي كيف طريقة الاب او الاهل في التعامل مع اطفالهم او اولادهم او طريقة المدير والقائد في التعامل مع الاخرين تمام فهاي هي خلنا نقول يعني الطريقة الاساسية في التعامل طبعا انا هنا تركت لكم اياها حتى تطلع عليها ولكن زي ما قلنا هذا هو Edward Bono اللي عم بيحكي عن كل هاي القبعات وقال انه حتى بنستخدمها في عملية كتير مهمة في التفكير وفي الاتصال اللي هي الbrainstorming انا هون ما بفصل الاتصال والتفكير عن بعض لانه زي ما قلت لكم انا بستخدمها في حياتي اليومية كمان في السابق شباب كتير من المفكرين والفلاسفة مثل شقراط وافلاطون استخدموا هذا الاسلوب او هذا التفكير او النمط التفكير هلا التفكير يعني خلنا نقول باستخدام هاي القبعات انا ممكن استخدمهم كلهم يعني كل واحد فينا عندنا نمط عنده نمط اكثر من النمط الاخر يعني انت يا اما بتكون مثلا عادة في حياتك بتستخدم في الاتصال مع الاخرين مثلا لون معين من القبعات فممكن يكون اللون السائد عندك مثلا الازرع اذا انت كنت من القيادي او الاخضر اذا كنت مثلا مبدع ويعني خلنا نقول متقبل طرح كافة الافكار ومرن ممكن يكون الاصفر وهكذا فانت غالبا بكون عندك نمط سائد ونمط متنحي زي ما بنحكي في البيولوجيا عادة في الاحتمالات ولكن اللي عم بيصير هون انه انت بإمكانك معرفتك لهاي القواعد اللي حكي عنها ادورد بونو بإمكانك انت تستخدمهم كلياتهم حسب الموقف حسب الوضع القائم فاذا كنت بدك تشتغل بروح الفريق مع مجموعة فانا ممكن اتعاون مثلا واني استخدم القبعة خنقول اللي هي الخضراء اللي هي بتركز على العمل مع الآخرين وعلى الوضع اللي هو الbrainstorming الايجابي في انك انت تلتقط كل الافكار الممكنة وبعدين تيجي بتعمل النوع اللي هو التوجيه هو القيادة بانك بتركز على هدف معين في التواصل فانا بختار اذا القبعات شباب حسب ايش زم انتوا شايفين حسب الهدف حسب الحال اللي انا عم بتعامل فيها اذا كنت انا عم بدي احكم على موقف معين اول اشي بطلب المعلومات اذا هون لازم البس القبعة ايش البيضاء اذا كنت انا عم بتعامل مع شخص او مع الآخرين وفي موقف معين يعني بحتاج انه اظهر عاطفتي او مشاعري او دعمي للآخر انسانيا فانا اذا بلبس القبعة الحمراء وهكذا فاذا ندهاي النقطة اللي بنا نقولها انه حسب المشاعر اللي انا بدي او الاتصال عملية الاتصال اللي بدي اظهرها بناء على طريقة تفكيري فاذا بدي مثلا اقيم شيء معين بطريقة ايجابية بلبس القبعة الصفراء اذا بدي اشوف شو المشكلات تبعتها بلبس القبعة زي ما قلنا المشكلة بدي اطلع على الوان اخرى فحسب الكيس انا بستخدم فهاي هي نظام تنقول القبعات اللي اتحدث عنها ادوارد بونو اذا كان في مشكلة زي ما قلنا باخد قبعة سوداء وهكذا وهاي طريقة الاستخدام التسلسل التتابعي انا هون ما عم بقرأ لكم قراءة عم بلخص لكم الفكرة الاستخدام التسلسل التتابعي يا شباب لا القبعات بيخليني اغير في طريقة التفكير الممكنة وبالتالي بنظر للموضوع بمعيار قنقول كامل شامل وهاي القصة بتخليني قادر على اني اتعامل مع الاخرين بطريقة ايش؟ فيها انفتاح فيها مرونة بشكل افضل تمام؟ هاي باختصار يعني ممكن نطبقها لو بدنا القبعة وسلوبها وشو مزايا كل واحدة منهم في عملية التفكير طبعا اللي تحدث عن هذا الموضوع بشكل مشابه مفكر اخر انا هنا بدي افرجيكم هذا الفيديو ما بدي احضركم اياه ولكن هاترك لكم اياه تحتطلعوا عليه لحالكم في وقت في دراستكم اللي هو هذا الشخص اسمه ستيفن كوفي ما بعرف اذا سمعتوا فيه اذا منكم ناس عم بودرس ادارة في الادارة هو يعني هو اصله خلنقول امريكي وستيفن كوفي بايداوي هو يمكن انتوفى هالسنة الماضية اللي قبلها مش متذكرة بس هو يعني قريبا يعني هو مفكر معاصر خلنقول في الادارة في مجال الادارة والاتصال قال جمع معلومات عن اللي بنسميهم الاشخاص الاكثر تأثيرا في العالم اللي هن الناجحين مين هن الناجحين في الحياة وفي العالم اللي سماهم افكتف بيبل هايلي افكتف بيبل يعني ناس جدا ناجحين وهدولا الشخصيات اخد نماذج مختلفة وبالمناسبة من الشخصيات اللي اخدها هي شخصية اخد من كل الاطياف من كل الدول من كل الاتجاهات الفكرية يعني عشان ما يكون متحيز ويشوف كل يعني شخصية ناجحة او الناس بتحبها شو القوة اللي عندها على سبيل المثال احنا اخد من الاردن جلالة ملك حسين الله يرحمه كانت بهذاك الوقت بدرس من هاي الشخصيات واخد كتير شخصيات من القادة مثلا نابليون بونابارت اخد شخصيات يعني زي ما تقوله من مجتمعات وثقافات مختلفة اخد علماء اخد قادة يعني خلال نقول محاربين فلاسفة الى اخر وانا بدي اشوف ايش النقطة النقاط المشتركة بناتهم واعتبر هاي النقاط هاي النقاط السبعة اللي امامكم هلأ احنا احكي عنها اللي هي سفن هابت يعني كأنها عادات سبعة قال هاي العادات ليشو سماها عادات لانه العادة عادة احنا ايش بنكررها في سلوكنا في حياتنا في الاتصال يعني انا دائما بستخدم هاي النهج حياتي بهاي الطريقة وبالتالي هاي بمثابة عادة والعادات عادة حسب رأي ستيفن كوفي اللي هو هون اسمه تحت في الاسفل هذا خلنا نقول عادات بتكون ايجابية فهو تحدث عن العادات الايجابية لانه عم بيحكي عن الناس هايلي افكتول جدا مؤثر وجدا ناجح في الادارة في عندي مصطلح كفاءة و فعالية هون عم نحكي عن الفعالية هلأ الشخص الكفاء شباب هو الشخص اللي عنده عنده مهارات عنده اتقان عنده معلومات الى اخره يتقن شيء عنده مهارة ولكن مش بالضرورة يكون فعال يعني مثلا ممكن اكون انا جبت بتخصصي الاولى على القسم اكون هايلي يعني بمعنى افشنط يعني كفؤة ولكن مش بالضرورة اكون افكتف يعني بمعنى اجي في المجتمع في حياتي ما اكون ابرزت او استفدت من هذه الشهادة او من هذا الانجاز فانا ما بكون افكتف وجسدت هذه الكفاءة بشكل مفيد للاخرين وفي مجتمعي وفي عملي انا ما بكون افكتف ما بكون فعال فهو حكي عن نقطة كتير مهمة انه كيف يكون هدول الاشخاص فعالين لانه اللي ناس بتحبهم واللي تركوا بصمات في العالم هن الناس الفعالين مش بس اللي عندهم كفاءة فيه عندنا كتير كفاءات في العالم ولكن المهم انه كيف هاي الكفاءة انا اوظفها لخدمة المجتمع فهو تحدث عن هاي المجموعة عن هدول الناس هلا عندهم تقريبا سبع هابت سبع عادات موجودة منها خلونا خلونا نشوف حتى انت ممكن تكون عندك هاي العادات وتشتغل عليها حتى تفكر بطريقة اكتر ايجابية شباب اللي هي اول اشي وهلأ بنشوف كيف علاقتها بالاتصال في موضوعنا بدنا نربطهم موضوع الاول اللي هو كيف تكون مبادر يعني بمعنى انه انا اكون مبادر هلا الاختف الهو شخص نشيط فبقولك هو ما بكفي ان يكون الانسان شخص نشيط لازم يكون مبادر يعني عنده الرغبة في انه يشارك ويطرح هذا الاشي ويحاول ويكون يعرض خدماته خلنا نقول ويقدم كل هاي الامكانيات بشكل على شكل مبادرات حتى في الادارة منقول الريادية اوكي برو اكتف هنحكي عنها كمان شفاي طبعا العادة الثانية اللي هي بيجين لغة عربية بيقول انا بدي اطلع مثلا من اديب بدي اكتب روايات الى آخر فهو عارف لوين بيوصل شخص دخل ادارة بيقول انا بدي افتح شركة انا بدي اعمل مشروع فهو عارف كمان ويشتغل على هذا الهدف رقم ثلاثة هو الشخص اللي ايش بيفكر باي طريقة بيقول لك انه انا بدي اشوف الاولويات ارتب الاولويات وطبعا بيكون هذا الشخص بفهم بادارة الوقت وبيعرف ايش هو المهم وايش العاجل وانتو بتعرفوا في الادارة عادة لازم ابدا في الاشياء العاجلة عشان اخلص منها عشان اللي هي عادة بتكون طارقة عشان ما تعمل لي اي مشاكل وبعد هيك بشتغل في الامور اللي منسميها المهمة وبشتغل عليها حسب الاولويات يعني ما بشتغل على اشي غير مهم وغير عاجل لا ببلش في العاجل والمهم هذا رقم واحد وبعدين باجي بمشي في الباقي خطوة خطوة فالترتيب الاولويات كتير بيهمني في الادارة وفي نجاحي في العمل وفي الحياة وعملية الاتصال كلها بتتم بناء على معرفتي لما هي الاولوية هلأ think when when اللي هو بطريقة يعني فكر اربح وربح يعني بهاي الطريقة يعني بمعنى انه احنا نتعاون معا في حياتنا في عملنا بشكل انه يكون هدفي مش بس انا اللي اكسب وانا اللي اربح وانا اللي افوز لأ كمان الاخرين يعني يوصلوا لنتائج ايجابية يعني بمعنى انا ما بدي الجميع يكونوا انه اذا انا فوزت الاخر بده يخسر يعني بمعنى زي كأنها حالة حرب يا انا يا هو اوكي فهاي الطريقة في الاتصال هتوصلني لمشاكل الطريقة في الاتصال اللي بتخليني افوز واني اكسب واني احقق اهدافي اللي هي افكر بحيث انه كلياتنا نكسب كلياتنا نستفيد كلياتنا نربح يعني بهذه الطريقة الاجابية هلأ في عندي كمان نقطة كتير مهمة برضو في الاتصال واللي هي من السيفن هابت حكي عنهم ستيفن كوفي اللي هي رقم خمسة اللي هي سيك فرس توندرستان and توندرستان باللغة الانجليزية يعني معناها انه لازم انت تسع الى ان تفهم تفهم الاخرين وبعد هيك تقول بدي الناس تفهمني يعني شو معنى الكلام يعني احنا عادة مشكلاتنا بتكون بالاتصال شباب هاي رقم خمسة مباشرة بتحكي عن الاتصال بالاتصال مشكلتنا انه دائما اذا بتصير مشكلة مثلا بين اتنين او بين اشخاص بيجي من لاق اعطيك عسبي المثال اعطيكم مثال هنا لما بيجي الاب مثلا او الام بيحكوا لأصدقائهم او لعيدتهم يا عمي انا طول هاري عم بحكي مع هالولد مثلا عم بحكي عن ابنه والولد مش عم بفهم علي الاب بحكي لصديقة لنفرد بقول انا طول هاري بحكي بفاهم بهالولد وهالولد مش عم بفهم علي هو فعليا شو عم بعمل هو عم بفكر بهاي الطريقة انه to be understood انه الاب ايش يكون الناس انه ابنه يفهمه او يفهم عليه هو ما فكر بطريقة اخرى ايجابية حتى يزبط معه الموضوع لازم اول شي يفكر بطريقة first to understand يعني بمعنى انه هو الاب عليه ان يفهم ابنه او مثلا انا وانتو انا الدكتور وانت الطالب هلا انا برضو اذا انا بقول على طلابي مش عم بفهموا علي معناها انا شطبت الجزء الاول انه انا اول شي لازم افهمكم هيك بجي بقولكم شو عندكم مشاكل حكولي شو بدكم يعني الحديث اللي بعملوا معكم هذا الو هدف انه to understand you اني افهمكم لاني اذا انا فهمتكم انت automatically بناءا عليه حتفهمني هي الخطوة الاولى تبدأ من الاخر كل واحد يفكر في الاتصال في الاخر فلازم انا اسعى انا شخصيا اسعى لاني افهمك تمام so seek first to understand افهم الاخر وبالتالي شو بصير الردة اللي عليها بناءا عليها في الاتصال انت حتفهمني فهاي بتصفي النتيجة هلا اذا تخيل كل واحد تفكر بهاي الطريقة اني انا افهم الاخر وبعدين هو حيفهمني طريقة التفكير هاي حتخليني اتعامل بشكل مختلف هأصير افكر كيف اني انا بدي افهم الاخر كيف بدي ارضيه كيف بدي اريحه فانتوا عليه فهاي الطريقة بتخليني اشتغل بطريقة ايجابية وبالتالي الردة الفعل بتكون ايجابية كنتيجة هدول الناس اللي خلنقول اللي عندهم السافن هابتس واللي كتير افكتو كمان نقطة اخرى اللي هي رقم ستة شباب رقم ستة اللي هو سينرجايز اذا شايفينها سينرجايز اللي هي يعني بمعنى تآلف او اعمل مع الاخرين العمل بروح الفريق يعني انتم تعرفوا انرجي صح انرجي اللي هو انه انا عندي طاقة عندي همة عندي نشاط هلا انرجي لحالي انا عندي طاقة وهمة لحالي في الاتصال ما بتنفع لازم يكون مع الاخرين يعني دائما افكر في الفريق فمثلا اذا عم نشتغل بدنا بدنا نظهر او ننجز مهمة معينة قد ما اكون عندي بينج برو اكتف وريادي وفعال وعارف شو بدي ومرتب كل هاي الامور اذا ما اشتغلت مع الاخرين بطريقة ايجابية بروح الفريق انا مش حوصل لاش لنتيجة فهونا اذا العمل بروح الفريق يعني بمعنى ايد واحدة ما بتزعف بنحكي بهاي الطريقة النقطة السابعة والاخيرة اللي هي sharp and the saw وهون مقصود فيها اللي بيعرف باللغة الانجليزية يعني المنشار اللي انا بدي احده يعني زين كيف السكين اللي بدي امضيها بدي اخليها تصير حادة فهونا المقصود فيها انه to sharpen the soul and mind يعني اني احط او اركز على العقل والروح اجددهم يعني كيف اجدد العقل يعني بمهارات التفكير يعني اشتغل بطريقة اخلي عقلي يفكر اكتر فممكن يكون بالتحفيز المنطقي بالتحفيز الفكري باني اقرأ اكتر باني ااخد دورات باني اتعلم والروحي بمعنى انه مثلا ممكن اشتغل على امور تتعلق بالنفسية وبالراحة النفسية وممكن يكون من خلال اذا كنت انت متدين من خلال العبادة ممكن يكون من خلال التأمل ممكن يكون من خلال الموسيقى ممكن من خلال تمارين رياضية معينة وهكذا فهاي كلياتها وجد ستيبن كوفي انه هدول السبع عدات هي اللي بتخلي الشخص اكثر نجاحا وهدول الاشخاص اللي احنا منقول عنهم وهلا حنت ننتقل على موضوع تاني اللي هو كيف انت تكون يعني متأثر او مؤثر في الاخرين تكون شخص اكثر وفعال في اتصالك معهم فهونا دخلنا على استخدام ذكاء زي ما قبل شوي حكينا سيكس هات و سبن هابتز دخلنا عفوا على قدرة على التعامل مع الاخرين عفوا بطريقة ايجابية وبالتالي عم نحكي عن الاتصال الفعال هلا اللي بدأ قولكم هي انه ستيفن كوفي طلع كتاب اسمه seven habits of highly effective people بعد هي قدرت تعمل سيرتش عليه على الانترنت كمان عمل كتاب تامن اسمه the eight habits اللي هي العادة الثامنة وهذه العادة الثامنة ايش هي كانت كانت في انه كيف انه يتحول الانسان من effective from effectiveness to greatness هي كان اسمه الكتاب يعني انه التحول من كونك effective كونك فعال لكونك عظيم وكيف ممكن تكون عظيم بانك تتقن هاي بانك تترك بصمع هلا اذا انه ما بيكتفي في انه انا اكون متقن يعني لهاي الامور هو قال لا يعني ما بيكتفي باني انا امارس هاي السبع ادات هو ان لازم اوصل لدرجة العظمة فهدول الشخصيات اللي اخدهم هو اتناول هنش الشخصيات يعني عظيمة ومؤثرة في الحياة بسبب سلوكها بسبب اتصالها بسبب انجازاتها وهذا الشخص قبل يعني عمل اذن كتاب 7 habits عمل كتاب 8 habits العادة الثامنة والرقم 8 العادة رقم 9 ما طلع فيها كتاب ما لح يطلع فيها كتاب لانه توفى ولكن كان فيه تسجيلات هو شخص اذا بتفتحوا على الانترنت هحضركم المرة القادمة تشوفوا بعض الفيديوز فيه فيديوز كتير تدريبية في عالم الادارة وبالاتصال في من الفيديوهات اذا بتعملوا سيرت شقم 9 بيحكي انه كيف حتى انه شخص يترك بصمة قبل يعني ما يغادر حياته يعني بعد شر قبل ما يترك هذه الحياة كيف انه ممكن يترك بصمة بحيث انه الناس تذكروا فهذا كل ياته بسبب ايش بسبب الاتصال يعني هذا فيديو انا تاركتلكم يا شباب تحضروا لحالكم واللي بتحدث عن هذه عملية الاتصال هلأ احنا هنا حكينا عن موضوع التفكير حكينا عن موضوع الاتصال شباب المرة القادمة هنحكي في علاقة هدول الموضوعات في الاتصال وفي ما يسمى بالذكاء نحن 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 بأشكال بما فيهم الذكاء الانفعالي والوجداني اللي هو كتير مؤثر على عملية الاتصال تمام هذه اذا باختصار شباب محاورة اليوم